بعد استعانتها بخبراء جانب في إصلاحات الجيل الثاني وحفها البسملة من الكتب المدرسية الجديدة وزيرة تربية الوطنية نوريا بن غبريت تواصل سلسلة قرارتها المفاجئة والدور هذه المرة نحو منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التربوية وهو ما اعتبره مختصون في القطاع محاولة أخرى لضرب قيم وثوابت المجتمع بهذه الطريقة تريد أن تصل إلى أمور لا يحمد عقبها كأنها تدفع الناس إلى أن يثوروا أو إلى أن يخرجوا ويحتجوا أو 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 وهذا ليس في صالح تربية ولا في صالحها من جهة نخرى يا لخبراء ومختصون في قطاع التربية أن مشاكل القطاع أكبر من ارتداء الحجاب والنقاب وعليه دعوة المسؤولة الأولى عن القطاع إلى ضرورة إلاء الأهمية لهذه المشاكل الاكتظاظ ونقص الأساتذة وعدم تكوين الأساتذة غير مشكلة التكوين سيتكون حجم كبير من المشاكل لأن الوزارة ليس لها معاهد تكون فيها المعلم تساؤلات عدة إذن تطرح اليوم حول القرارات التي تصدرها وزاة التربية الوطنية والجدل العقيم الذي يصاحبها ما يدفع فعلا إلى القلق على مستقبل المدرسة الجزائرية